والتدبير الكفيلة بضمان إقلاع تنموي للاقليم وضمن محاوره استعراض لانتظارات الساكنة ومؤهلات الاقليم عبدالله أشجر ونورد نافعي ضمن فعالية هذا اللقاء الدراسي توقيع لاتفاقية بين الجماعة ترابية لورزات ووزارة الثقافة والاتصال تقضي بإحداث مركز ثقافي بالمدينة كخطوة لتشجيع قطاعات الثقافة والسينما بالاقليم هي مناسبة لبحث آلية مواكبة حاجية الساكنة والقطاعات الاقتصادية بالإقليم تم إبرام اتفاقية مع المجلس الجماعي لإحداث مركز ثقافي اللي غادي يعطي واحدة دفع نوعية لمجال الثقافي في هذا الإقليم كذلك على مستوى قطاع الاتصال هناك كذلك واحدة استراتيجية وتم مصدقة على مرسوم حكومي متعلق بدعم الاستثمارات الأجنبية والمجال السينما المؤهلة السينماية والسياحية بالإقليم من بين المحاور التي تم التركيز عليها خلال هذا اللقاء الدراسي بهدف بلورة تصور مشترك بخصوص إمكانية تأهيل وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية لضمان إقلاع تنموي لإقليم ورزازات تقاسموا الرؤية بالنسبة للنموذج تنموي اللي خلالنا نتبنى وهي اليوم في هذه المنطقة اللي عندها مؤهلات هائلة في الميدان التقافي في الميدان السياحي في الميدان ديال الصناعات التقليدية نحاول نردو الاعتبار لهذه المنطقة بالخصوص أنها منطقة سياحية وسينمائية بامتياز وبالتالي اليوم هذه القصابات وهذه الصورة لعنا وهذه الفولكرور لعنا لازم نردو اليوم الاعتبار أجمع المتدخلون على أن إقليم ورزازات يتوفر على مؤهلة هامة خاصة في كل من القطاعين السياحي والسينمائي لذا أوصل مشاركنا بالعمل المشترك من أجل خلق ثروات هامة وتوفير فرص الشغل للشباب وتشجيع جاذبية الإقليم لجذب السياحة